بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم حلقة جديدة اهلا جديد مساء يوم الاربعاء الاربع في مصر النهاردة بتاريخ 16 مارس 2011 تحية جمهورية مصر العربية حي على الاستفتاء كل المصريين بلا استثناء بيكلموا عن الاستفتاء التاريخي اللي حيجرى كمان 48 ساعة ان شاء الله و 72 ساعة صباح يوم السبت 19 مارس والحقيقة شيء في منتهى العجب وشيء يدعو للسعادة عايز اقولكم ان كان في زمان يعني وقت ما كان مطش الاهلي والزمالك ده هو اللي بيكسر الدنيا وكل المصريين بيكلموا عنه وكان في مطش اهلي والزمالك او مصر هتلعب في كاس العالم يوم السبت وده الشيء العجيب ان بعد ثورة 25 يناير حدث انتخابي حدث تشريعي زي ده اصبح المصريين في كل طبقتهم وفي كل مستوياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية بيكلموا عنه وده واحد من التغيرات المهمة في حالة حيرة اه في حالة حيرة طبعا بس هو الاهم هو الاهتمام بهذا الحدث الدستوري المهم جدا وكل ما بين اه ولا اه نعم ولا انتو عارفين ان فيه مطش يوم الجمعة ما بين الاهلي وفريق جنوب افريقي في كاس دوري رابطة الابطال ومحاج بيتكلم عنه كله بيتكلم عن المباراة الاهم المباراة الدستورية اللي هتحصل يوم السبت فيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية فيه كتير وانا عجبني جدا هي مقال زاملنا الكاتب الصحفي بلا الفضل لما كتب عنوان المقال لعم لعم معناها لا ونعم وهي فكرة الحيرة الشديدة اللي واقع فيها كل الشعب المصري يوم الاستفتاء ان يقول اه ولا لا واتبعتوا على مدار الاسبوع اللي فات كتير جدا من المصريين بيقولوا احنا عايزين نروح نشارك وعايزين البلد تتحسن وتتقدم وتستقر وتبقى يعني تجني كل الثمار ثورة 25 يناير في الاصلاح والديمقراطية والحرية بس مش عارفين اني طريق اللي ناخده في ناس بيقولوا نعم هو الطريق للاستقرار والناس التانية بتقول لا هو الطريق للاستقرار بس كل واحد زي بالزبط كده احنا الاثنين عايزين نوصل من القاهرة الاسكندرية بس واحد بيقول ناخد الصحراوي وواحد ناخد الزراعي واحد يقول لك الصحراوي اسرع التاني يقول لك الزراعي اأمن هي الفكرة في كل واحد وطريقته وبرضو انا عجباني جدا الحالة اللي موجودة دلوقتي ان الحمد لله مفيش حد بيخون حد يعني محدش بيقول ان اللي بيقولوا لأ للتعديلات خاونة وعملاء وعايزين يخربوا البلد وما فيش حد بيقول ان اللي عايزين يقولوا لأ نعم هم الخاونة والعملاء وهم اللي عايزين يرجعوا النظام القديم هو كل واحد بيحاول يقول يا جماعة اسمعوا كلامي او اسمعوا منطقي او اسمعوا حجتي انا شايف ان ده الطريقة الاصطح للاستقرار وخدمة البلد وده يعني شيء ديمقراطي والاختلاف النقطة دي بالشكل المحترم ده صحي واجابي للغاية والحقيقة الناس كمان المترددة بعد البيانات اللي طلعت من بعض الجهات والاشخاص يعني انتم عارفين ان جماعة الاخوان المسلمين اصدرت بيان بتدعو فيها اعضاءها والمصريين الى التصويت بنعم الحزب الوطني الديمقراطي كمان اصدر بيان او ما بقي من الحزب الوطني الديمقراطي اصدر بيان بدعوة المواطنين واعضاؤه للقول بنعم ففي ناس قالت لك طالما الحزب الوطني والاخوان هيقولوا نعم على الاستفتاء يبال الاستفتاء ده نعم فيه خطر احنا هنقول لأ وعلى الجانب الاخر الدكتور البردعي والدكتور ايمان نور وسيد عمرو موسى وبعض القوة المعارضة السياسية اللي موجودة في البلد قالت لأ واعلنت انها هتقول لأ يوم السبت ففي ناس تانية قلت لك مدام القوة المعارضة دي اللي دايما بتعمل هي الجلبة والجدل السياسي قالت لأ يبقى هما دول اللي مش عايزين استقرار يبقى احنا هنقول نعم لكن انا ارجو عدم الالتفات لهؤلاء وهؤلاء علشان محدش يؤثر في قراري التصويت وانا مش عارف الحقيقة وطبعا كل واحد حر بس انا مش عارف ايه الحكمة من ان الناس تطلع بيان تدعو فيه الناس اللي انها تقول او لا ده نوع من انواع الوصاية على الصوت ده نوع من انواع احتكار قرار وحرية المواطن المصري في صوته انا افهم التفسيرات والتحليلات وان احنا عايزين نعمل كذا شوف اللي احنا عايزين نعمله ده يوم الاستفتاء لما تروح عند الصندوق ينفع بنعم ولا ينفع بلا لكن اطلع واقول ادعو المواطنين الى الاستفتاء بلا او ادعو المواطنين الى الاستفتاء بنعم مش عارف اعتقد ان ده نوع من انواع الوصاية ويمكن الناس تختلف معايا في هذه الفكرة بس أنا حابب أن كل مصري وفقا لقناعته ووفقا لللي بيقراه ووفقا لللي هو عاوزه ووفقا لللي بيفهمه أنه يروح ويعمل ما يمليه عليه ضميره الوطني فقط مش ما يمليه عليه ضميره المزقوق بكذا أو المؤثر بكذا أو المزقوق بكذا هو المهم أنه يروح وده واحد على فكرة من المؤشرات المهمة اللي حتقول لنا قبل ما تقول العالم كل اللي بيرائبنا يوم السبت أن احنا اتغيرنا فعلا أنا عارف أن ليهم حق التصويت ممن بلغوا 18 سنة بالرقم القومي يقربوا حوالي 45 مليون لو يوم السبت نسبة المشاركة كانت 100% أو 95% يعني 40 مليون 42 مليون 45 مليون راحوا وصوتوا هيبقى فرح ديمقراطي مش مهم صوتوا بإيه بأه لا يعنيني وأعتقد أنه لا يعني أيضا القوات المسلحة في اعتقادي أن المجلس الأعلى قوات المسلحة يجب أن لا يكون له اهتمام في أن الناس تصوت بأه أو لأ قوات المسلحة بتقول إحنا شايفين أن التعديلات اللي شكلنا اللجنة بيها دي هي التعديلات اللي الناس تروح تصوت عليها لو قالوا آه إحنا عندنا السيناريو بتاع بلان إيه اللي حيمشي الدنيا بالشكل الفلاني ولو تقلق عندنا بلان بيه اللي حيمشي الدنيا بالشكل الفلاني إحنا في النهاية عايزين نعمل اللي الشعب عايزه واللي الشعب عايزه ده حيظهر يوم السبت أنا كل دعواتي مش بقاء أولى دعواتي حية على الاستفتاء حية على الفلاح هذا هو الفلاح ان احنا نروح ونشارك وهذه الحيرة والحوارات الجدلية اللي موجودة على القهوة وفي النادي وفي الشجل وفي البيت ما بين كل افراد الشعب المصري كلهم ده دليل على ان المواطن المصري اصبح يثق في قيمة صوته زمان كانت انتخابات الرئاسية بتيجي وما حدش بيتكلم عنها الانتخابات البرلمانية بتيجي والناس قاعدة بتشايش على قهوة ولا لها دعوة لان عارفة ان اللي عايزينه هيحصل وان صوتي حتى لو رحت يا حيزور يا مش حيتحط في الصندوق يا مش حيتحيس بصح لكن دلوقتي حيتحيس بصح لان انا بالرقم القومي مش بالبطائط ولا بالجداول المشمومة نمرة اتنين ان في قاضي على كل صندوق يعني صوتي حيوصل وحيؤثر حي على الاستفتاء حي على الفلاح هذه هي الدعوة وربنا ان شاء الله يخلينا في فرح ديمقراطي وان الديمقراطية سواء بالنسبة لانصار الثورة او بالنسبة لمن يقولون نعم او من يقولون لا او كل الاطياف السياسية الديمقراطية تقول عندما تظهر النتيجة بنعم او بلا علينا جميعا ان نلتزم هذه الديمقراطية الديمقراطية هي انتصار رأي الاغلبية على الاقلية ما فيهاش معنى تاني ان شاء الله بواحد وخمسين في المية طالما الاغلبية قالت لا حتى اشد المناصرين لنعم سمعا وطاعة كلنا لا لو واحد وخمسين في المية نعم اشد المناصرين للا سمعا وطاعة هذه الديمقراطية وهذه ارادة الشعب المصري مجتمعة سمعا وطاعة وسنسير في هذا الاتجاه هذه الديمقراطية علشان نثبت للدكتور نظيف رئيس الحكومة الاسبق الله يسمحه ان الشعب المصري مش لسه بيحبي ولا اقول احضارة ديمقراطية ولا غير ناضق ديمقراطيا زي ما قال كده في احدى تصريحاته لما كان في واشنطن الامريكية في احدى زياراته لا الشعب المصري ناضج وواعي ومدرك وعارف حقوقه وعارف طريقه وعارف المبارسة الديمقراطية السليمة بس لما المناخي بقى مهيأ وتدوله الفرصة الان الفرصة موجودة للمواطن المصري ارجوك استغل لها واثبت للمسؤولين السابقين واثبت للعالم ان احنا اصحاب الديمقراطية ورائعين في تنفيذ الديمقراطية مش لسه بنحبي في سنة اولى ديمقراطية عندي بشرة جيدة حضراتكم يوم الحد اللي فات لو تفتكروا كنت مستضيف صديقتنا الفنانة الجميلة حنان تورك ومجموعة من اعضاء منظمة الاغاثة الاسلامية اللي كانوا موجودين هنا علشان جايبين معونات من منظمة الاغاثة الاسلامية العالمية بتقريبا 20 مليون دولار حنان تورك ادوية عبارة عن ادوية ستسلم وعلى مدار خمس سنين يعني 20 مليون دولار كل سنة لمدة خمس سنين يعني حوالي 100 مليون دولار ومخافية كان اعظم من المساعدات والاشياء الرائعة اسمعناها في الفقرة حنانكلمتني قالتلي ان الحمد لله الحمد لله وش برنامجنا كان كويس تاني يوم قبلوا وزير الصحة الدكتور اشرف حاتم ووعدهم ان العشرين مليون دولار ادوية دول هيخشوا بدون دفع جنيه واحد جمارك زي ما المسؤولين السابقين يعني غفر الله لهم انا مش عارف حقيقة كان منطق في ايه ان الناس متبرع بادوية كان عايزين يدفعوهم فردة او جباية دكتور اشرف حاتم وزير الصحة الحالي قال لهم الادوية هتخش وما فيش ولا مليون جمارك ده ادوية متبرعين بيها وكمان احنا هنساعدكم في تحديد انواع الادوية اللي محتاجينها هنا من مرضى المصريين بالنسبة الامراض المستوطنة او الادوية اللي فيها شحة او نضرة في السوق المصري وهنساعدكم كمان في توزيعها ثم تقابلوا مع فضيلة الامام الدكتور احمر الطيب شيخ الجامع الازهر وقال انه هيحصل تنسيق ما بين مؤسسة الازهر وما بين منظمة الاغاثة الاسلامية وحيحصل نوع من التعاون سواء في تدريب المشرفين هنا على المراكز الاسلامية والمراكز الصحية وباقي المتدربين علشان يحصل حالة من حالات تفعيل العمل الاهلي وهو ده اللي كان ناقص عندنا تقابلوا كمان مع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية وقال انها هيحصل حالة من حالات الشراكة والتنسيق والاخوة ما بين منظمة الاغاثة الاسلامية ومؤسسة مصر الخير اللي بيرأسها مفتي الديار المصرية علشان يعظم هذا العمل وعندهم لقاء ان شاء الله يوم الحد القادم مع دكتور جود عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية علشان يقنن وضع منظمة الاغاثة الاسلامية في مصر وتاخد الترخيص الرسمي عشان تشتغل اعتقد ان دي كلها اشياء جميلة جدا بالاضافة الى معلومة مهمة ان القوات المسلحة وهي بتبني كنيسة الشهدين في صول في اطفيح في حلوان كمان جددت مبنى الوحدة الصحية ومنظمة الاغاثة الاسلامية هي اللي هتقوم بالتجهيزات الطبية والادوية والاجهزة الطبية والمعدات الطبية في هذا المركز علشان يبقى اسهام كمان في ان هذه القرية الكنيسة ترجع واهل القرية كلهم مسيحيين ومسلمين يستفيدوا بخدمات الوحدة الصحية بعد تطورها شيء رائع ويا رب منظمة الاغاثة الاسلامية وغيرها من المنظمات الكثيرة اللي هي تعمل عمل الاهلي والخيري والمجتمعي المزبوط تشتغل لان ده قدما بقدم وساقا بساق مع القطاع الخاص اللي لازم يتفعل مع الجهد الحكومي هو ده المثلث اللي يقود اي بلد للاحترام عندنا النهاردة فقرات ماراثونية اللي انا حقول لها لكم في دقيقتين دلوقتي مجموعة من عنوين الاخبار بس علشان مش حابق فيه فقرة اخبارية كاملة لان حيانا عندنا مجموعة كبيرة من الضيوف وحنحاول نستفيد من كل ضيف قدر الامكان ونسمع وجهة نظره بالترتيب معنا بعد الفاصل مباشرة المخرج السينمائي المعروف لأستاذ خالد يوسف ثم الدكتور شوئي السيد الفقيه القانوني والدستوري ثم الدكتور احمد البورعي وزير القوى العاملة والهجرة ثم اللواء سامح سيف اليازل القبيل الاستراتيجي والعسكري والامني على شان حيكلمنا عن الجاسوس اللي اتزبط وبيتحق معاه في نيابة امن الدولة العليا دلوقتي ثم الفقرة الاخيرة اسمها فقه المصريين حد يقول يعني ايه فقه المصري فيه فقه الاسلامي وفيه فقه المسيحي لا الاثنين معنا النهاردة وفيه فقرة واحدة اسمها فقه المصريين حيشرفنا فيها نيافة الانبى بسنتي اسقف حلوان والمعصرة هذا الرجل المحترم جدا فيه الكنيسة المصرية وايضا حيشرفنا الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر العلامة الاسلامي والداعية الاسلامي الكبير وحنتكلم عن نقاط التماس ما بين الفقه الاسلامي والفقه المسيحي اي الفقه المصري الذي نعيش به في الشارع في حياتنا اليومية دون النظر الى ان ده سلوك اسلامي ولا سلوك مسيحي عايزين نسميه سلوك مصري سلوك المواطن المصري وهذه اعتقد سابقة في الجمع ما بين الفقهين في جلسة واحدة واتمنى ان شاء الله ان الرسائل فيها تصل الى جموع الشعب المصري قبل ما نروح تحية واجبة انا الناس كلها الحقيقة بتسمعني كل يوم بقول تحية جمهورية مصر العربية ويعيش شعب مصر العظيم وتحية قواتنا المسلحة الباسلة والنهاردة كمان هزود لان الحقيقة ده بيفتني وتحية قواتنا الشرطية المحترمة وتحية لوزارة الداخلية المصرية انا عارف ان ربما اتهاجم بس في النهاية لا يصح الا الصحية تحية من البرنامج ومني لكل زابط محترم ولكل زابط شريف ولكل زابط يقوم بعمله ويمثل القانون دون تهويل او تهوين ودون افراط او تفريد وتحية لكل زابط نزل من امبارح ونزل النهاردة وحينزل بكرة عشان يحميني ويحميك ويحمي مصر وتحية لكل زابط حالته المعنوية مكسورة شوية وحاسس بالاحباط لانه حاس انه هو تظلم لانه قالك انا مالي اذا كان في بعض القيادات فسدة وبعض القيادات هم اللي سهموا في الاساءة لوزارة الداخلية لكن احنا الاغلبية الغالبة والاغلبية الكاسحة من زباط الداخلية الناس المحترمة زنبنا ايه ملكو الزنب وعفى الله عما سلف ولكل زابط شريف الزابط الفاسد ما نجدعه بيه الزابط العنيف الزابط اللي كان بيستغل القانون لمصلحته او الزابط اللي كان بيضرب المتظاهرين ده القانون سيأخذ مجرمعة لكن لكل زابط شريف وامين ومحترم لكم منا الاعتذار ولكم منا كل الاحترام والتقدير والتحية ولكم منا كل الدعم والمساندة نهاردة وبكرة وبعده انتم اخواتنا في الشارع وتمثلونا القانون وتقومونا بحمايتنا فلكم كل الشكر والتقدير النهاردة الخبر اللي هندردش فيه مع الفقرة بتاعة اللواء سامح سيف اليازل اللي هي حبس متهم اردني 15 يوم بتهمة التخابر لصالح المساد الاسرائيلي هنقول لحضركم البيانات والمعلومات كلها في الفقرة